مرحبا مشاهدينا نلتقي في برنامج تقدير موقف على شاشة التلفزيون العربي عدوان استمر للست وخمسين ساعة على قطاع غزة تقول إسرائيل إنها استهدفت فيه بشكل مباشر حركة الجهاد الإسلامي نتحدث أولا عن السياق العام لهذا العدوان من حيث الأسباب والحسابات العامة والاستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي ما الأسباب في استهداف حركة الجهاد الإسلامي تحديدا في هذا الوقت وأي دور تطلع به الحركة في هذه المرحلة على الساحة السياسية والعسكرية خارج قطاع غزة كيف تواكب فصائل الفلسطينية التي تحدث في موقفها الرافض لهذا العدوان تطور النمط النضالي الفلسطيني بين الضفة وقطاع غزة وكيف نستشرف سيناريوهات المستقبل القريب في فلسطين نكونوا معنا الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش والعاشرة بتوقيتين الدوحة والقدس